وبعدين هذه البلدان كانت بصراحة ساد جلال ما أخفي عليك كانوا يرحبون بالعقل العراقي وانت تعرف حضرتك يعني كان عنا ذاك العقل العراقي قد وصل إلى مرحلة من الإنجازات العلمية ما اعترفت به بعض الدول يعني ويقولون لحد الآن يعني في ليبيا يقولون أنتو العراقيين كل شي تعرفون تركتوا بصمة أنتو كل شي تعرفون يعني أي شي تعرفون هي مو هذه بس بقدر ما كان التعليم عندنا كان تعليم صراحة جاد والعراقي يعني لحد الآن يمتلك من العقول ما هي مؤثرة يعني أذكر لك شيء الآن عراقي في السويد استطاع أن يصنع قلب إصطناعي اعترفه بكل العالم وهذا رح يفيد أكثر من مئة مليون شخص نشر الخبر في وسائل الإعلام طبعا معروف يعني الخبر يعني مشهور وموجود في كل المواقع إذن كنت تفكر أن تنتقل إلى محطة أخرى غير ليبيا كما غيرك من الآخرين يعني كانت أمامنا كندا وكانت أمامنا بعض الدول الأوروبية يعني نطمح أن نوصلها ونكون هناك وهي طبعا أيضا السفر إلىها لم يكن سهلا يعني هي أنت حضرتك تعرف الوصول إلى هناك أيضا كان لازم أنت تخطط كيف تتصل يعني هي مو فقط أمنية وتروح فكنا نبحث عن أي فرص للوصول إلى مرافق الغرب وكان مثل ما سميت مرافقك وين أنا بصراحة أنا كنت ناوي أروح على كندا وعندي أصدقاء قدمنا طلبات إلى كندا السفارة الكندية لا أمول السفارة الكندية أكو مكاتب تسهلك الهجرة فهي المكاتب أنت يتواصلوني ومحامين والمحام هناك يطلب منك مبالغ ويطلب من عندك وثائق وأنت بين فترة وفترة تتصل بي ويتصل بيك إلى أن يوصلك إلى ما يسمى يقول لك روح راجع الأقرب سفارة كندية حتى تحصل على ولكن أنا بصراحة بعد التي ولتيا ويوميها أدفع ويوميها قد يطلب وكذا حتى نوصل وبعدين قال لي قال لي أنت الآن ما عليك إلى أن تروح إلى تونس تراجع السفارة الكندية حتى تحصل التأشيرة بهذه الأثناء أنا كنت رايح إلى مهرجان قرطاج الدولي في مهرجان قرطاج التقيت بأصدقاء عراقيين مقيمين في السويد كانوا مشاركين في المهرجان فتحدثوا لي عن الوضع في السويد وكيف تدار الأمور وكيف يتحصل المهاجر على حقوق تكاد تكون بصراحة حقوق جيدة جدا يعني يحس الإنسان بكرامته أولا ويحقق جانبا كبيرا من طموحاته خصوصا على مستوى الأطفال يعني اهتمام كبير جدا في الطفل منذ أن يصل يعني دراسة الأولية إلى أن يصل للمرحلة جامعية هذه كلها تتحملها الدولة وإضافة إلى ذلك توفير وهذا ما تحقق لك فائلا يعني أنا غيرت رأيي هنا من كندا إلى السويد والحمد لله والشكر قدرنا نصل إلى السويد وهناك بدأت رحلة جديدة مع ثقافة مجتمع جديد وأنا القادم من العراق وثم تجربتي بليبيا وتونس إلى السويد